طيب نمضي للرأي العام ومنها نقرأ مليار دولار عائدات الذهب في سوق العبادية خلال ستة عشر قال وزير المعادن محمد أحمد علي إن بنك السودان سيقوم خلال الفترة القادمة بشراء ذهب التعدين التقليدي بأسعار مجزية لتقليل الفاقد من المنتج وأضاف سوف يشتري المركز بسعر مجزي وإن شاء الله لن يكون هناك تهريب من جهة كشف وزير المالية بولاية نهر النيل عثمان أحمد يعقوبا أن ينتاج الذهب اليومي بالسوق يفوق المئة كيلو ذهب أي ما يعادل خمس ملايين دولار مشيرا إلى أن عائدات الذهب بالسوق خلال ستة أشهر الماضية بلغت مليار دولار وبنهاية العام ستصل إلى اثنان مليار دولار من سوق العبادية فقط بعض من الأخبار المبشرة يعني هذه أرقام كبيرة ومريحة مليار دولار من الذهب في ستة أشهر يعني أربع مليارات من الدولار خلال السنة ألي عد هذا الرقام كبير؟ اثنين مليار بستة أشهر؟ اثنين مليار في ستة أشهر يعني أربع مليار في العام إن شاء الله اثنين مليار في ستة أشهر؟ نعم اثنين مليار في خلال العام؟ اثنين مليار خلال ستة أشهر وبالتالي أربع مليار خلال السنة هذا ما أقصده هل هذه الأرقام كبيرة؟ ألي عد هذا الرقام كبير يعني أربع مليارات في السنة؟ فالأرقام الصادرة عن الزهب سواء كانت الكميات المنتجة أو العوائد المالية تفتح الباب لعدد من الأسئلة الكبيرة جدا هذا وزير على ذلك وزير المالية الأرغام هذه التصدر من الجهات الرسمية زلت وزارة المعادن تحدث عن إنتاج أكثر من 100 طن زهب سنويا في العام الفايت قالت أنها أنتجت أكثر من 100 طن زهب هذه الأرغام كبيرة لو كانت هذه الأرغام حقيقية وضخت في ميزانية الحكومة ما كنا الآن في الوضع على التصادي الذي نعلم فيه إلى ما تشير أنت الآن بهذا القضية الزهب وحدة من الأسئلة الكبيرة جدا إن صحة الأرقام تصبح معناه أن هناك كم كبير جدا من الزهب يتم تهريبه لأنه في حديث رسمي في صدر في البرلمان من وزير تحدث عن أن المنتج أكثر من 100 طن ولكن الذي تم تصديره 36 طن يعني تقريبا زي 35% وكثر 35% قليلا من أو تقريبا زي 30% وكثر 30% دخلت خزانة 70% ذهبت إلى أي قضية تهريب الزهب وحدة من القضايا الكبيرة جدا الحديث الذي قاله وزير المالية الولايحة حول 2 مليار خلال 6 أشهر هذا يصبح رغما كبيرا رغم أن هذه منطقة من المناطق تأجزها بل كبيرة جدا بالتعدين التقليدي لكن هذا رغم يعني كبير جدا إن صح هذا الرقم أين زهل؟ هل دخلت إلى ميزانية الحكومة؟ دخلت إلى ميزانية الحكومة قطعا لم نكن نكون في هذه الحالة التي نعاني منها الآن لذلك قضية أرقام الزهب تحتاج إلى تطرح كثير من التساؤلات هل أرقام حقيقية؟ لأن أرقام حقيقية أين زهب هذا الزهب؟ يعني رغم أن الحديث كثير جدا عن ضبطيات لتهريب للزهب عبر المخارج الرسمية سواء كان المطارات أو عبر الحدود طيب ماذا يعني أستاذ عبد المنعم؟ هذا تصريح من وزير المالية بالولاية التي تنتج ذهب يعني ليس صبوط محسابات أو توقعات قال أن هناك 100 كيل وذهب 25 دولار لإنتاج يومي 2 مليار دولار في 6 أشهر 2 مليار دولار من السوق العبادية فقط ستصل إلى 2 مليار دولار خلال 6 أشهر من السوق العبادية خلال 6 أشهر الماضية هناك 2 مليار دولار من وزير المالية هذا الحديث الذي خرجت به الرأي العام على لسان وزير مالية ولاية نهر النيل يعني ماذا قصد به الوزير؟ هل قصد الطوضية؟ قد يكون الإنتاج حقيقي أن تم إنتاج 100 كيلو شهريا لكن قطعاً 100 كيلو عائداتها لم تدخل إلى خزينة الحكومة مكانة وين؟ قطعاً مكانة وزهبت إلى التهريب زهبت إلى التهريب لذلك واحدة من القضايا الرئيسية جداً أنه قضية الزهب أنه الأكثر من 70% من إنتاج الزهب يهرب طيب تحقيق مليار دولار من الزهب خلال 2 مليار خلال 6 أشهر يعني المعادن أعلى عن أسعار مجزية سيشتري بها بنك السورة هل يمكن لهذا التعامل أن ينهي أو يقلل من عملية تهريب الذهب؟ أسعار مجزية هل هي مساوية للأسعار الموجودة بمطروحة في الأسواق العالمية؟ يبدو أنها أعلى من ذلك لو كانت مساوية للأسعار الموجودة في السوق العالمية قطعاً وتصبح مرتبطة ببرصات الزهب العالمية تتحرك مثل حركتها قطعاً يمكن أن تقلل من عملية تهريب الذهب لكن العملية التهريب صحيح هناك إجراءات أمنية تخذ الجهات الأمنية في ضبط الحدود في ضبط المخارج والمطارات لكن الاختلاف ما بين السعر المحلي والسعر الخارجي هي واحدة من القضايا الرئيسية التي تغري المغامرين للإغدام على تهريب الذهب يعني فرق السعر عندما يحصل على فرق السعر الكبير وفرق السعر بالعملة الصعبة هذا يغري في أن يغامر المغامرة التي قد إذا صغط يمكن أن يكون تحت طائلة القانون لذلك قضية إنتاج الزهب محتاجة لمعادلة أن تصبح الأسعار التي يشتري بها بنك السودان موازية تماماً لسعر السوق العالمي وبعد ذلك الجهات الأمنية تقوم بإراءاتها في ضبط الحدود والمخارج لضبط عملية التهريب طيب يعني التعدين التقليدي هذا ما زال ينتج حتى الآن أكثر من 70% من إجمال الإنتاج بينما الشركات تنتج 30% الشركات المتخصصة التي تملك إمكانيات أكبر لماذا إنتاجها لا زال متدني رغم استخدامها لعليات حديثة؟ الأول حاجة التعدين التقليدي عدد الذين يعملون به يعدون بالملايين وليسوا من السودان فحسب بل عدد كبير منهم من دول الجوار أغراهم حالة زهبة الموجودة في السودان والآن منتشرين وموجودين في مناطق النهام التعدين التقليدي ليس مربوطاً بمساحات محددة أن التعدين التقليدي ينتشر في الصحارة ينتشر في مناطق مختلفة ويصبح وعدات كبيرة من الناس تعمل في أوقات كبيرة الشركات حتى الآن هي دخلت متأخرة بعد التعدين التقليدي التعدين التقليدي كان سابقاً لها تدخل في مربعات محددة بمساحة محددة تقوم بعمليات إنتاج عليها تستجلب آليات محددة لأن هناك الحفر حفر تقليدي حفر بالأدوات التقليدية جداً تستجلب أدوات معينة تصفي الزهب بطريقة معينة تستخرج بطريقة محددة لكن كون أن حتى الآن منذ أن بدأ انفجار الزهب قبل ستة أو سبعة سنوات في السودان وحتى الآن الشركات تنتج 30% وخاصة أن هناك شركة كبيرة كانت قبل انفجار الزهب الشركة الموجودة في البحر الأحمر اللي كانت إرياب للتعدين كون أن كل هذه الشركات الآن تنتج فقط 30% هذا يحتاج للمشرفين على الأمر أن يتساءلوا حول إمكانيات هذه الشركات هل هذه الشركات تديها الإمكانيات الفنية والمالية والمقدرات لإن كان الذين يعدنون تقليدياً يحصلون على الزهب بهذه الكميات فلماذا شركات التي تمتلك التقنية وتمتلك الإمكانيات الأفضل تنتج كميات قد أعيدت علي السؤال وهو نفس ما سألتك به يعني أن السبب مجهول أنا طرقت السؤال أن الجهات المسؤولة عليها أن تجيب على الأسئلة لماذا هذه الشركات هل هذه الشركات لعدم مقدرة فنية هل هذه الشركات ليست تمتلك المقدرة المالية هل هذه الشركات غير كفئة للقيام بهذا العمل الأمر يحتاج لمراجعة أن تراجع هذه الشركات ما قصدت بالسؤال أن الأمر يحتاج لمراجعة لمعرفة سبب أن هذه الشركات لماذا حتى الآن إنتاج متدنع مقارنة بالإنتاج التقليدي صحيح